السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا نبدأ بقى ونشوف كل خطواتنا وما تنسيش تعملي لايك للحلقة لو عجبتك وكمان لو اول مرة تشوفيني خدي لفها في القناة وشوفي الفيديوهات والدروس والكورسات اللي عليها لو عجبتك اعملي سبسكرايب وفعالي الجرس وتابعي كل جديد على القناة الخيط اللي انا هستخدمه خيط اليس كوتونجولد وطبعا فاتلوته بتكون متوسطة وبيكون في نسبة قطن عليها هستخدم معايا ابرم اسها رقم اثنين وطبعا داعي اعتبر مقاس صغير لكن علشان انا عايزة الشغل بتاعي يكون متماسك تعالوا بقى نشوف البطرون بتاعنا وده يعتبر الشكل الاساسي للبطرون وفيه كمان بطرون صغير هنشوفه برضو وهنعرف شكله ايه بالظهر اول حاجة البطرون ده هنلاقي البداية بتاعته من هنا كده دي بداية دائرية فالرمز اللي جوه ده معناه كده ان دي دايرة سحرية فببدأ اعمل دايرة سحرية وبعد كده بنرتفع التلاتة سلسلة تمام وبعد كده بنبدأ نشتغل العمويد دي كلها فهنبدأ نعد اول العمويد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر عمود بلفة يبقى هنرتفع تلاتة سلسلة وبعد كده نشتغل خمستاشر عمود بلفة اول حاجة بنعمل عقدة البداية بعد كده بنبدأ نشتغل الدايرة السحرية باسهل وابسط طريقة شرحناها في دروس الاساسيات وهي من خلال عمل غرزة سلسلة بعد السلسلة دي بنبدأ نشتغل ارتفاع السلاسل اللي هو موجود في البطون اللي هو تلاتة سلسلة يبقى البداية عندي هتكون اربعة غرزة سلسلة بعد كده هبدأ اخد لفة على الابرة وهدخل في السلسلة الاولى تمام هدخل بحيث الابرة تدخل كده تبقى الضلع اللي هو على الشمال ده يكون فوق الابرة ولما اشده كده يفتح معايا فهتكون دي الدايرة السحرية اللي هبدأ اشتغل فيها غرز السطر الاول هبدأ كده اشتغل اول عمود بلفة وهنبدأ نعد بقى لغاية لما نكون خمستاشر عمود بلفة كده اتنين طبعا من غير الارتفاع السلاسل تلاتة خمستاشر كده بنكون خلصنا الغرز كلها وبعد كده هنقفل بمنزلقة في تالت سلسلة علشان نقفل السطر ده فده كده التلات سلاسل هو واحد اتنين هندخل في الغرزة التالتة ونقفل بمنزلقة بعد كده بنشد بقى الحلقة بتاعتنا دي علشان نضيقها على قد ما نقدر لو رجعنا للبطرون من المكان اللي قفلنا فيه الدايرة ديت عند غرزة المنزلقة اهي بعد كده هتلاقي ان فيه عدد من السلاسل هو كتيب لي العدد بتاعهم عشرة فلو عدناهم هنلاقي ان هم عشرة لغاية هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وبعد العشر سلاسل دولت هيبقى فيه عندي اتنين غرزة سلسلة ودول ارتفاع الغرزة اللي احنا هنبدأ نشتغلها طيب بعد كده يبقى انا هشتغل عشرة زائد اتنين سلسلة وبعد كده هنسيب اللي اتنين سلسلة دول وهندخل في التالتة نشتغل فيها عمود بدون لفة تمام وبعد كده هنشتغل غرزة حشو بقى على السلاسل دي كلها بس هنخلي بدنا ان احنا هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هيبقى على كل غرزة سلسلة نشتغل عليها غرزة حشو في الغرزة السبعة هنعمل تزايد شايفين الرمز ده كده معناه ان احنا هنشتغل تزايد بغرزة الحشو طيب الغرزة التامنة والتسعة او اللي هي الغرزة اللي بعد كده هنشتغل حشو وحشو يبقى بنشتغل اول غرزة نص عمود وبعد كده التسعة غرز فيهم كلهم غرزة حشو معادة الغرزة اللي هي تبقى رقم تمانية هنشتغل فيها تزايد هنرجع تاني كده للخيط والابرة الطانة ونبدأ نشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كده العشر سلاسل بعد كده هنشتغل اتنين سلسلة اللي هم الارتفاع اللي كانوا في البطرون وهنسيب الاتنين سلسلة دول وهندخل في الغرزة التالتة ونشتغل فيها غرزة عمود بدون لفة او نص عمود ونخرج منهم في خطوة واحدة بعد كده تاني غرزة هنشتغل غرزة حشو تمام هنبدأ كده نعد اتنين التانية كده حشو بعد كده الغرزة التالتة هتبقى حشو احنا قلنا ان هما هيبقوا ست غرز حشو اربعة خمسة والغرزة الستة حشو بعد كده الغرزة رقم سبعة هنشتغل فيها اتنين حشو كده واحد اتنين في نفس الغرزة هيتبقى عندي اتنين سلسلة برضو هنشتغل في كل واحدة غرزة حشو تمام يبقى احنا كده اشتغلنا السطر كله حشو معادة الغرزة اللي هي تعتبر رقم آآ تمانية اشتغلنا فيها تزايد واول غرزة اشتغلنا فيها عمود بدون لفة او نص عمود في البطرون بعد ما نخلص ورز الحشو هنلاقي هنا زي نقاط صغيرة كده وبعد كده هنا رمز بتاع غرزة المنزلقة فده معناه ان انا هتحرك بعد ما خلص غرزة الحشو دي عند العمود ده وهشتغل عنده غرزة منزلقة طبعا غرزة الحشو دي هتوصل هنبقى عند العمود اللي هو الاولاني ده فهنتحرك بمنزلقة عند العمود التاني علشان من المكان ده هنبدأ نشتغل الغرزة بقى اللي فيها الاعمدة الكتيرة دي فهنبدأ كده اول حاجة نعد الاعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنشتغلهم فين بقى هنيجي نسيب اول غرزة حشو وتاني غرزة حشو هنشتغل في تالت غرزة حشو لها واحدة من الغرز اللي كانوا تزايد في السطر اللي هو بتاع السلاسل ده يبقى هنعد تلات غرز حشو وندخل في التالتة نشتغل الاعمدة دي نرجع كده للشغل بتاعنا ودي اخر غرزة حشو احنا اشتغلناها ده العمود الاولاني اللي هو كان في البطرون ده العمود التاني اللي هندخل في الغرزة بتاعته كده ونبدأ ان احنا نشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده تمام وبعد كده من المكان اللي احنا فيه هنبدأ نقلب الشغل بتاعنا بالشكل ده تمام علشان انا هشتغل على اا تالت غرزة حشو دي اول غرزة حشو عندي ودي التانية ودي الغرزة التالتة تمام فهبدأ اخد لفة على الابرة وهدخل في الغرزة التالتة دي اشتغل عمود بلفة وهنعد بقى احنا قلنا نشتغل اا ستة اعمدة فهبدأ في نفس الغرزة هدخل اشتغل ستة عمود بلفة بنرجع للبطرون بعد ما بنشتغل الستة غرز عمود بلفة هتلاقي هنا ساهم صغير كده وبعد كده غرزة منزلقة طيب هنشوف احنا هنا اا كنا شغيل عمود في تالت غرزة تمام دي كده غرزة تزايد فدي التالتة والربعة هنسيب الرابعة والخمسة وهنشتغل منزلقة في الغرزة رقم ستة اللي هي غرزة الحشو الستة تمام وبعد كده هنتنقل برضو بمنزلقة على الغرزتين اللي بعدها يعني الحشو اللي بعدها واللي بعدها يعني هنشتغل كده تلاتة منزلقة وبعد كده هنبدأ نشتغل الاعمدة بقى اللي هي في السطر التالت دوت طبعا هو هنا اا مديني ان السطر الاول اللي هي الدايرة اللي في الاول دي مديني هنا رقم واحد اهو والسطر التاني اللي هي الاعمدة اللي احنا اشتغلناها الوقتي والسطر التالت اللي هي الاعمدة دي. تعالوا نتحرك كده اول بغرزة المنزلقة زي ما البطرون وضح. الغرزة اللي احنا اشتغلناها الاخيرة هي. هنعد واحد اتنين وهندخل في الغرزة رقم تلاتة. نشتغل فيها المنزلقة. تمام? وحنا قلنا ان احنا نشتغل تلاتة منزلقة. كده واحد. هندخل في الغرزة اللي بعدها. نشتغل برضو منزلقة. والغرزة اللي بعدها كمان. نشتغل ونزلقة. تمام? طيب بعد كده هنقلب الشغل بتاعنا. في البطرون هتلاقي اول حاجة عندي تلاتة اعمدة في اول غرزة عمود. يعني اول غرزة ديت هتقابلني هشتغل عليها تلاتة عمود بلفة. بعد كده هنبدأ نشتغل تزايد عادي. يعني اتنين عمود على كل غرزة. خمس آآ غرز هنشتغل فيهم تزايد عادي. لكن اول غرزة بنشتغل فيها تزايد بتلاتة اعمدة. هبدأ اخد لفة على الابرة. وهبدأ اشتغل على اول غرزة اللي هي ديت. تمام? دي اول غرزة كده عندي. اول عمود. هنشتغل فيه تزايد بتلاتة اعمدة. كده اول عمود. التاني. التالت. بعد كده باقي الخمس غرز دول هنشتغل على كل واحد فيهم تزايد عادي. يعني اتنين عمود في كل غرزة. تمام? ده الشكل اللي انا اشتغلته. بنرجع للبطرون هنلاقي فيه آآ غرزة منزلقة. تمام? هنشتغلها فين? هنا كان في آآ منزلقة عند الاعمدة الاولى او اللي هو السطر التاني دوت. فآآ هنفود غرزة عمود وهندخل في العمود اللي بعده. بنشتغل غرزة منزلقة. وبعد كده هنلاقي فيه رمز كده اللي هو المسلس المزلل ده. آآ ده معناه ان هنا نهاية الشغل. فنرجع كده للشغل بتاعنا واخر غرزة منزلقة كانت هنا. تمام? فهنفوت الغرزة اللي بعدها اللي هي ديت. وهندخل في اللي بعدها اللي هي هتكون دي. ونشتغل فيها غرزة منزلقة. تمام? ده كده شكل الشغل بتاعنا اهوت. ناقص بس حاجة صغيرة قوي. هقولها لكم دلوقتي في البترون ده. وبعد كده نتنقل للجزء الصغير دوت. وهوريكم مكانه بيكون فيه. بعد ما بخلص غرزة المنزلقة دي هبدأ اشتغل غرزة سلسلة وهسيب مسافة في الخيط. وهنبدأ ان احنا نقطع الخيط. تمام? ده كده الشكل بتاعنا. طبعا لسه الخيوط هنخفيها في وسط الشغل. طيب تعالوا نرجع للبترون هنلاقي فيه جزء صغير هنا كده. الجزء دوت فيه رمز المسلس اللي احنا لسه شايفينه. اللي انا قلتلكو ده معناه نهاية الشغل. وفيه مسلس تاني اللي هو بيقى مفرغ كده. ده معناه بداية الشغل. طيب احنا هنبدأ آآ نيجي عند العمود دوت. هنعد احنا المكان اللي قفلنا فيه وعملنا غرزة المنزلقة. هنعد واحد اتنين تلاتة وهنيجي تالت آآ عمود دوت هنشتغل فيه او هندخل الخيط بتاعنا ونبدأ نشتغل واحد اتنين تلاتة غرزة سلسلة. وبعد كده هنقوم شغالين غرزة منزلقة على تاني سلسلة. وبعد كده غرزة حشو على السلسلة التالتة وبعد كده نقفل بمنزلقة. تمام? طبعا الشغل ده احنا كان ممكن نشتغله واحنا بنعمل الداية. لكن ليه عمله لي انه بداية آآ ونهاية شغل الواحده لانه هيكون لونه مختلف. البطرون ده يعتبر بطرون لعصفور والجزء ده هو المنقار بتاعه. فهنشتغله بلون مختلف هجيب لون احمر وهاشتغله ايا كان آآ الجسم بتاع العصفور نفسه ايا كان اللون بتاعه. هستخدم اللون دوت وهبدأ آآ اشبك طرفه في الشغل بتاعنا. طيب احنا ده الدايرة اهيات وده المكان اللي عملنا فيه اخر غرزة منزلقة. وقفلنا الشغل فيه. هنبدأ نعد كده واحد اتنين وندخل في الغرزة التالتة اللي هي دي. وهجيب طرف الخيط. تمام? وهبدأ ان انا اسحبه. هعمل بس عقدة كده. هي غرزة سلسلة بس هنشدها عشان تكون لي عقدة. بعد كده هنشتغل واحد اتنين تلاتة سلسلة. تمام? وبعد كده هنسيب اخر سلسلة. وهندخل نشتغل في السلسلة التانية غرزة منزلقة. تمام? والسلسلة الاخيرة دي هنشتغل فيها غرزة حشو. وبعد كده احنا عملنا بداية الشغل في الغرزة دي هندخل في الغرزة اللي بعدها اللي هي دي. ندخل فيها نشتغل منزلقة. تمام? شايفين شكل المنقرة هوت. طيب بعد المنزلقة وكده هعمل سلسلة وهسيب مسافة برضو. وهنبدأ نقطع الخيط. فاتكون عندي شكل كده زي المسلس. ده بيكون شكل المنقرة هوت. اعتقد كده شكله بدأ يظهر. كده هيبقى ناقص لي اخر قطعة وهي هتبقى الجناح اللي هيتركب هنا كده عشان يكتمل معايا شكل العصفور. وده البطرون اللي لتحت وهنشوفه مع بعض دلوقت. نيجي بقى للبطرون الجزء الصغير اللي تحت دوت. برضو البداية عندي هتكون بدايرة سحرية واول سطر هيكون فيه غرز حشو. هنعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بنرتفع طبعا غرزة سلسلة وبعد كده بنشتغل ستة غرزة حشو. وبعد كده بنقفل بمنزلقة ونرتفع سلسلة كمان. وهنبدأ نشتغل آآ غرزة حشو على اول غرزة حشو. بعد كده هنشتغل غرزة سلسلة. وعلى غرزة الحشو التانية هنشتغل عمود بدون لفة او نص عمود. وبعد كده عمود بلفة. وبعد كده بنشتغل اتنين آآ سلسلة ومنزلقة في تاني سلسلة. يعني هعمل زي حباية صغيرة كده فوق العمود. وبعد كده هنشتغل اتنين سلسلة. وننزل نشتغل حشو على نفس الغرزة. يبقى اول غرزة حشو هنشتغل عليها حشو. تاني غرزة حشو ديت بنشتغل سلسلة نص عمود عمود وعين الغرزة الصغنونة اللي فوق دي. وبعد كده اتنين سلسلة وحشو على الحشو دي. تمام? بعد كده بنشتغل غرزة سلسلة وحشو على الحشو التالتة. سلسلة وحشو على الحشو الرابعة. سلسلة حشو على الحشو الخمسة. وسلسلة وحشو على الحشو السادسة. وبعد كده سلسلة ونقفل السطر بتاعنا. هنبدأ الاول نعمل الدايرة السحرية ونشتغل الست غرز حشو. نشتغل برضو عقدة البداية. وبعد كده غرزة سلسلة اللي هي الدايرة السحرية بتاعتنا. تمام? وبعد كده السلسلة التانية اللي يرتفع غرزة الحشو. هبدأ ادخل في السلسلة الاولى زي ما عملنا في القطع الاولى واحنا بنشتغلها وهتبقى دي الدايرة السحرية بتاعتنا. هنبدأ كي نعد واحد اتنين طبعا دي غرس حشو. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. وهنبدأ نشد الدايرة عشان نقفلها. تمام? برضو نعد كده واحد اتنين. تلاتة اربعة. خمسة. والغرزة السادسة اللي هي دي هنقفل فيها كده بمنزلقة. نسحب كالخيط ونخرج. طبعا هي تبقى صغيرة شوية بس بنبدأ يعني نركز كده في الغرز وهنلاقيها. طيب بعد كده السطر التاني بنرتفع غرزة سلسلة. وهنيجي على اول غرزة حشو. تمام? هبدأ ادخل فيها اشتغل غرزة حشو. بعد كده سلسلة وهنيجي على الحشو التانية نشتغل غرزة نص عمود. وبعد كده غرزة آآ عمود بلفة في نفس المكان. بعد غرزة العمود هنشتغل اتنين سلسلة وهنقوم جاين في تاني سلسلة كده ندخل نشتغل ايه? غرزة منزلقة. تمام? وبعد كده نشتغل اتنين سلسلة. وننزل في نفس الغرزة دي ندخل نشتغل حشو. تمام? بعد كده سلسلة. والغرزة بقى التالتة اللي هي دي. هنشتغل فيها حشو. بعد كده سلسلة. هنكمل بنفس بقى النظام. حشو سلسلة. وحشو كمان هوت. وسلسلة. لغاية ما بنخلص غرز الحشو دي. دي كده اخر غرزة. حشو. بعد كده سلسلة. وبعد كده منزلقة في اول غرزة حشو هيت. اشتغلنا. ده الشكل اللي بتكون عندي. هنبدأ دلوقتي نركب الجزء بتاع الجناح دوت. تقريبا هيبقى شكله كده. هنبدأ نستخدم بقى الخيوط اللي احنا سبناها ديت. هنضضهم بس في قبرة التنظيف. وبعد كده نبدأ نشبك بيها ونركب اه او نخيطهم في بعض. طيب هجيب طرف الخيط ده وانا كده سايبة طويل شوية علشان هنبدأ نحط هنا العين بتاعة العصفور. وهنا انا هستخدم خرزة صغيرة كده لونها اسود علشان هتكون مكان او شكل العين. اخر حاجة عندي هي جزء المنقار دوت. ولو خدتوا بالكوا هتلاقوا ان الجزء ده او الشكل هنا مفرغ فانا هبدأ بطرف الخيط دوت ادخل كده اعمل كام غرزة بحيث ان انا يعني ما خليش الشكل كده. فهبدأ ادخل من هنا كده. كده بنكون خلصنا شكل العصفور ونفزنا البطرون بكل تفاصيله. اتمنى الفكرة عجبتكم وشرح الخطوات للبطرون يكون واضح. لو في عندك اي استفسار او اسئلة اكتبها لي تحت في التعليقات. ولو عندك بطرون حب ان احنا ننفزه مع بعض ابعتي لي صورته على صفحة الفيسر. هتلاقي الرابط تحت الفيديو وفي صندوق الوصف. واستنوني في عمل جديد في الكروشي وبطرون جديد. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.